إسرائيل تعبر عن سعادتها بالحروب الأهلية المنتشرة في كل المنطقة وتعمل وتساعد بمخابراتها بأشكال مختلفة على أيضا تسعير هذه الحروب وللأسف الشديد الكثير من الدول دخلت في هذه المصيبة وما يحضر الآن للجزائر وللأسف الشديد أيضا تحت عنوان طائفي كانوا دائما أنا ما عندي معلومات تفصيلية لا أدعي الإحاطة بهذا الملف ولكن لما كان يصير مشاكل في بعض المناطق كان وسائل إعلام تتحدث عن خلاف عرقي أو على أساس عرقي يعني عرب أمازيق ولكن أنا شاهدت في الأيام الماضية بعض الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية تتحدث عن صراع بين المالكيين والأباضيين يعني الغرب يريد أن يقدم الصراع على أنه صراع مذهبي وطائفي وهذا اللي عم ينشغل على مستوى المنطقة كل وصلت الوقاحة في هذا المؤتمر بالإسرائيليين إلى حد الدعوة إلى تحالف إسرائيلي عربي في مواجهة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر